انطلقت مساء أمس فعليات مهرجان فنون الأطفال المبدعين في نسخته السابعة بمشاركة واسعة من طلبة المدارس وتتروع الفعليات بين الشعر والغناء والعزف ورسم نتابع بين الغناء والعزف والشعر والرسم تمازج الإبداع بكافة أشكاله إبداع تجسد في كل لوحة فنية قدمت على خشبة مسرح مركز الحسين الثقافي ضمن مهرجان فنون الأطفال المبدعين في نسخته السابعة التي تنظمه الجمعية الأردنية للإبداع طفل لما يكون مليان شعر موسيقى حب يعني الفن باختصار حب لما هذا الطفل يكون مليان ألبه حب صعب يكون متطرر صعب يكون عنيف عشرة المدارس ومئات الأطفال شاركوا في فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى العاشر من الشهر الحالي وكل منهم يسعى إلى حصد جوائز المهرجان وعلى الرغم من المشاركة الواسعة إلا أن المعنيين يسعون لمشاركة مدارس أخرى في النسخ المقبلة للمهرجان مجرد وجود مهرجان مثل هذا المهرجان ينمي مواهب وطاقات وإبداعات الأطفال ويخلق حالة مناخ من المنافسة فيما بينهم في العديد من الفن أعتقد هذا بحد ذاته شيء جميل جدا وشيء رائع لأنه مثل هذه الأنشطة مثل هذه الفعاليات هي اللي إحنا منعول عليها تخرج من خالب الدوائر أو الغرف الصفية وتخرج من المناهج المكتوبة إلى أنه تنمي شخصياتهم تنمي مواهبهم وتنمي طاقاتهم رحل أبو عواد لكنه لم يغب عن المشهد الفني قط فالنسخة الحالية للمهرجان حاملت اسم الفنان الراحل نبيل المشيني فكرم وكرم فنانون أردنيون تركوا بصماتهم على الساحة الفنية الأردنية والعربية نسخة جديدة لمهرجان فنون الأطفال المبدعين نسخة كشفت في يومها الأول عن مواهب واعدة تميزت في حقول الفنون المختلفة رعد بن طريف المملكة عمان نتحدث أكثر عن هذا المهرجان وينضم إلينا رئيس الجمعية الأردنية للإبداع سيد بكر القباني صباح الخير أهلا وسهلا فيك معنا صباح الخير عليكم وعلى جميع المجتمعين في المملكة أهلا وسهلا فيك هذا المهرجان الذي تابعنا التقرير عنه قبل شوي كان النسخة السابعة شو اللي تغير هاي السنة وشو اللي أضفتوه بالسنة السابعة يعني كل سنة بيكون فيه إلها خاصية يعني طعم خاص كل سنة إنما فيه تطور عند تقبل الأهالي للإبداعات الفنية نعم كان فيه ضعف أول يعني قليل اللي يشاركوا الآن صار فيه اندفاع كثير والمدارس صارت تهتم بالثقافة الفنية نعم ويمكن الأهل صاروا يهتموا أكتر بأن أولادهم يهتموا بالفنون بطل عندهم مشكلة بالموضوع صاروا يدعموهم صاروا أهالي نفسهم يدعموهم لك شغلة يعني نحن إقامة المهرجان نعم بنعمل اتصال مع وزارة التربية والتعليم للتعميم على جميع مدارس المملكة بتعميم بصيروا من يريد أن يشارك في المهرجان بتتصل معنا بنعمل من الأطفال اللي بيشاركوا ورشات عمل لتأهيلهم حتى يكونوا مناخد الأفضل مثلا بيجينا حوالي أربعمائة طفل عندهم رسومات طبعا نحن بنا نعمل معرض بنا ننتقي منهم كان نفس الأشيء العزف على الآلات الموسيقية الغناء إلقاء الشعير كل الفعالية وين بتحس أكثر أطفالنا الأردنيين مركزين بأي موضوع بالإبداع أكثر حبوا يغنوا أكثر وحبوا يرسموا أكثر وحبوا يعزفوا أكثر وهذا اهتمام المدارس يعني بيقدر يبينها لكن الأهالي هم من الذين يشجعوا أطفالهم أكاد أشيء في الرسم في الأماكن الغير عمانية بالمحافظات بتكون في رسم عمان بتكون كل إشيء كل أنواع الفنون لأنه صار في قناعة في بعض المدارس أنا أعرف لقينا أن المواد التعليمية هذه تحصيل حاصل نعم بدهم يؤدوا للأطفال كيفية السلوك الحسن هي بواسطة الثقافة الفنية نحن نقول التربية والتعليم التعليم مثل الكيميا الفيزيا الرياضيات هذا تحصيل ونذهب إلى المدرسلية الطلاب حتى أن يأخذوا هذه المواد أجد الثقافة الفنية أن يعلموهم موسيقى يعلموهم كيفية إلقاء الشعر تنميتها الرسم هذه تنمي الإنسان من الداخل مستحيل أن ترى مثلا إنسان طفل يزف على الآلة الكمان أو يزف بيانو يترك ريشة الرسم ويروح في الشارع ما سكسكين صحيح يعني الهدف من هذا المهرجان تنقية الروح هي التربية ضد العنف والتطرف هو سلاح للإنسان الثقافة عامة سلاح للإنسان في مواجهة العنف والتطرف نحكي شوي عن المنافسة بهاي المهرجان جوائز اللي بتم تقديمها والله إلى أول سنة بدي أعرف كمان يعني بدي أطعك بهذا الموضوع بي أعرف كمان الدعم أدي في دعم لهذا المهرجان شوف نبلش بالدعم نبدأ في الدعم نبدأ بالدعم ما في دعم الدعم ضعيف جدا ضعيف جدا ما سكيني البنوك ما فيش عندهم فلوس بس البنوك أنت بس عطبك على البنوك البنوك والدوائر الرسمية كتير قديم يزانية المهرجان كله نحن في أضعف ما يمكن أضعف ما يمكن نعم 10-12 ألف دينار من نعمل المهرجان تمام لتطويره يجب أن يكون هناك كمية الاقتصاد صحي أكتر أي مشروع في الحياة بده يبلش الإنسان يعمله بده يحط قدامه اقتصاد كم مبلغ يحطه الآن هذا كله ضعيف ضعيف جدا ليه لأنه هذه اللجان إذا بدك تعطيلها المكافآت نحن منقول مبالغ لكن المبالغ هذه لا تذكر نعم وفي ناس يعني مش عفضين الموضوع هم حرين يعني نحن الله يرحمك نبي المشيني يعني هذا صدقا مش للتسويق لا مندفع من جيوبنا من شاء نعمل المهرجان ليه؟ لأنه نحن أيوه رحمة الله عليه توفن يعني إذا أنا عشت السنة مش عايش السنة الجاية لا العمر الطويل إن المهرجان وله لأطفالنا نعم للمستقبل للوجوه القادمة عشان نتربيه غير الثقافة الفنية لا يمكن يكون عندنا تطور في المجتمع لا يمكن مستحيل هذا الثقافة من العقل ولولا العقل ما كانش فيه ثقافة والتي تميز فيها الإنسان عن الحيوان الحيوان عنده غريزة الإنسان عنده ثقافة هي اللي بتخلي تطور المجتمعات من أين تأتي الثقافة؟ محصول العلوم التي يجمعها الإنسان العلوم والمعارف الإنسانية والعادات والتقاليد كلها في بوطقة واحدة بالفرد والفرد ضمن الأسرة والأسرة ضمن المجتمع إذا صلح الفرد صلح المجتمع نعم نرجع للـ 12 ألف لهم ميزانية المهرجان ما للـ 12 ألف أيش الجوائز اللي بتختموها الجوائز ستة سنة العام هذه ولو إنها يعني بسيطة بسيطة إنما صار إشي جميل السنة مشكورا وزارة الشباب عالي الوزير هو اللي اقترح من عندها لماذا لا نعطي الأطفال جوائز مالية تحفيزية ما كانش فيه جوائز مالية دروع وشهادات والشهادات هذه تؤهلهم للجامعات يعني بتسمعهم تفوق الفني آه إشي مقيم فعملنا لكل فئة مبلغ معين للتمثيل للشعر للرسم مبلغ قسمناهم هو يعني الوهل الأولى ماشي جميل تمام ومبادرة كتير جميلة فصار فيه تنافس الأول والثاني والثالث من كل فئة ياخدوا جوائز ياخدوا جوائز مالية منوزعهم إياها نعم طب هلأ المهرجان هذا يعني الرسالته واضحة وحكينا عنها أنا وحضرتك قبل شوي ولكن هاي الرسالة بهمنا كمان تكون موجودة مع أطفال الوطن العربي كله كونه جميعنا يعني بتحيطنا نفس المشاكل أو نفس الأخطار ليش ما منوسع هذا المهرجان بعض الشيء بيكون في عنا مشاركات عربية صحيح كلام جميل وصحيح لازم يكون ونحن نحاول وعن بيجينا مراسلات نعم تتصور يعني الغريب أنه بيجينا من منابع الفن في القاهرة في مصر بيحاولون أن يشاركوا من الجزائر إجعنا اتصالات من الخليج من السعودية من الأمارات من قطر بيجينا اتصالات أنه إحنا حابين أطفالنا يجيب هذا مهرجان وين المشكلة أنهم يشاركوا المشكلة فيها أنه ما بيقدروا يجيبوهم لأنه حتى بدنا نبدأ فيهم نحن نبدأ أول مرة نجيب من فلسطين لأنه أقرب المتقربين ألفت علي الفترة اللي بيصير فيها المهرجان مدارس مدارس يقدروا يطرعوهم من المدارس حتى لو عطل اثنين أسبوع مثلا خميس جمعة صبت هذا المهرجان يجي سفر ويجي يقعدوا في فنادق وتكاليف منين نجيبها نحن الآن نقدر نتحمل وزاراتهم هم وزارات الثقافة ببلدانهم فأفروض نحن الإقامات تكون علينا نحن ما معنا 12 ألف من وين نجيبهم هذه النقطة كان مهمة لكن إن شاء الله نحاول أن نعمل في فترة تكون فيها العطل الصيفية موجودة في جميع أنحاء العالم العربي حتى يكون أسهل نحن بدأنا فيها في عمان بعدين صارت الآن تستوعب جميع مناطق المملكة جاءنا من القطراني من الطفيلة من الكرك من كل محافظات ومناطق المملكة سؤال الأخير عن التكريم تكريم الفنان نبيل المشيني وأغنية أبو عواد لكلنا طبعا حافظينها ما بعرف الجيل الجديد حافظين أبو عواد هذا الاهتمام الذي يصبح من المدارس نعم ومن المين كمان يعني لأنهم ملحقوش يسا يسمعوه كان خلص من زمان كانت عرض عواد لكن المدرسين ايتموا والمدرسة يعني بتختص أنه تعمل شيء لراحل نبيل المشيني افترب جيل على كلامه صحيح يعني أقول لك كلمة مثلا مصير نحن أن ننكرها مثلا دوريد الحامس سوق اللهجة السورية في العالم العربي صحيح المصريين السينما المصرية سوقت اللهجة المصرية نحن نبيل المشيني سوق اللهجة الأردنية في العالم العربي صحيح وصارت الدراما الأردنية تدخل إلى كل بيت في العالم العربي ونخص بالذكر الأعمال البدوية اللي أصبحت لا يمكن يتقنها أحد غير الأردنيين مفافين وبالتالي الأعمال اللغة العربية الفصيحة عم نشوف نحن تخبيص في اللغة العربية في الأعمال ما عدا الأردنيين مهتمين جدا وهذا إشي عيب أن نخطئ عيب أن يخطئ إنجاز أي عمل فني يتعمل في اللغة العربية أن يخطئ في اللغة في النحو والصرف لا يجوز وكيف بدأ أعلم الأطفال أنا يتعلموا اللغة خطأ صح الشيء موحيب علينا نشكرك استمتعنا بالحديث معكم نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله رسالتكم توصل بأجهال قادمة خالية من العنف والإرهاب وكلها سلام وحب شكرا لك رئيس الجمعية الأردنية للإبداع بكر قباني أعطيك العافية